بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق إلى ضيوف الرحمن والمقبلين إلى حج بيت الله الحرام برنامج مناسك الراغبين يقدم لكم كل ما يهمكم في رحلتكم المعنوية إلى الديار المقدسة مع سماحة العلامة السيد قاسم الجلالي ستتعرفون على كل مناسك الحج خطوة بخطوة مناسك الراغبين دليل الحاج إلى الديار المقدسة ترجمة نانسي قنقر بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآل بيدي الطيبين الطاهر مشاهدين الأكارم سلام الله عليكم أرحب بكم مجددا في برنامج مناسك الراغبين الذي يتناول مناسك الحج والعمرة ومع ضيف الكريم الفاضل سماحة حجة الإسلام والمسلمين السيد قاسم الجلالي السلام عليكم سيدنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سعيدين سيدنا جليل برؤياكم مرة أخرى وبهذه الأطلالة الرائعة والابتسامة الجميلة في كل الحلقات سيدنا جليل انتهينا وإياكم في الحلقة السابقة من طواف النساء وما يتعلق به هل لكم سيدنا جليل أن تسلطوا الضوء على بقية العمال لعم تفضلوا أحسنتم كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله وبعد فقد انتهينا كما تفضلتم إلى طواف النساء الذي يعتبر منسكا من مناسك حج التمتع وبلغ بنا المطاف إلى المبيت في منا وهو الواجب الثاني عشر من واجبات الحج المبيت في منا يعتبر فيه كما قلنا وهذا طبعا ينسحب على جميع مناسك الحج يعتبر فيه ثلاث أمور أولا قصد القربة نعم وقصد الإخلاص والني وأيضا الواجه الواجه الإسلام لحج التمتع للاستحباب للنيابة لابد أن شنو تستحضر النية أستحضر النية نعم لكن الشيء الأساسي هو أنه أقصد القربة والخلوص أبيت في منا إما النصف الأول أو النصف الثاني قربة خالصة إلى الله تعالى لحج الإسلام لحج التمتع لحج النيابة نيابة عن فلان فإذا خرج الحاج إلى مكة يوم العيد لأداء فريضة الطواف والسعي وجب عليه الرجوع إلى منا ليبيت فيها نعم ويتخير الحاج مخير بين أن يمكث في منا من أول الليل إلى منتصفه نعم أو من منتصف الليل إلى طلوع الفجر الفجر مهم مخير بين هذين نعم التفتت كيف؟ نعم أو بالأحرى يجينا تأخير آخر لا نستبق خلينا نتسلسل بطرح المطالب كما هي مضروحة إذن يتخير بين النصف الأول من الليل أو شنو؟ نعم أو النصف الثاني نعم أيهما أفضل يبقى النصف الأول من الليل أو يبقى النصف الثاني من الليل نعم يسأل الكثير من الحجاج لم يثبت أفضلية أحدهما أحدهما نعم نعم المبيت في النصف الأول هو الأحوط وجوبا النصف الأول يبيت هو الأحوط وجوبا إذا ما بات النصف الأول شنو؟ نعم شنو؟ النصف الآخر النصف الآخر نعم أسأيهما أفضل هذا؟ ما ثبت لم يثبت نعم أحسنتم سيدنا سيدنا من باب الطرف لنقول أنه تغلب النوم على الحاج أحسنتم ونام تمام الوقت صحيح نعم ملحل نعم بل هذا ربما يتفق لأن البعض يذهبون إلى الخيام المعد لهم نعم يبقون ولازم أنه قبل الوقت شنو؟ ينوي نعم فإذا نام قبل وقت البيتوتة نعم يعني قبل الأذان أذان المغرب نعم نام بميناء إذا كان قاصدا قاصدا للشنو نعم للمبيت وانتبه عند طلوع الفجر فلا شيء عليه نعم وإذا استيقظ قبل منتصف الليل فالأحوط وجوبا أن يبقى إلى النصف الثاني نعم يعني نعم يعني افترضوا مثلا هذا إذا كان قاصد للشنو نعم للمبيت نعم ونام قبل الأذان قبل أذان المغرب نعم ها؟ وانتبه عند طلوع الفجر نعم أو بعد طلوع الفجر نعم يعني مثل ما تفضلت بالسؤال نعم هذا طول الوقت النصف الأول والنصف الثاني استغرقه وين؟ النوم في النوم نعم ما دام هو عدنية نعم عدنية أبي إشكال نعم زين إذا استيقظ شنو نعم مو إحنا قلنا مو إحنا قلنا عده شنو عنده نصف إما يبقى النصف الأول أو يبقى شنو النصف الآخر النصف الآخر نعم هذا قبل النصف الأول يعني قبل أذان المغرب نعم و أفاق بعد نصف الليل نعم هل يقدر يقول أنا أحسب النصف الأول أنا شنو أمضيته لا لازم يبقى إلى شنو إلى طلوع الفجر الفجر نعم سيدنا سيدنا لتقريب الصورة المشاهد الكريم أول الليل هو غروب الشمس أم ذهاب الحمر أول الليل لا قطعا هو غروب الشمس يعني سقوط القرص و إن كان الصلاة صلاة المغرب الأحوط وجوبه ذهاب الحمر لكن يحسب أول الليل اللي لازم يكون الحاج فيه في منا إيش وقت نعم إيش وقت عنده سقوط القرص فالتفت إلى القضية هاي جدا مهمة نعم مو يقول والله بعده أنا ما حال الأذان عدنه نعم لا 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 لازم عنده سقوط القرص لازم هو يكون موجود وين في منا نعم أحسنتم سيدنا ولذلك أهم نقطة أخرى نعم نصف الليل في المبيت بمنا يحسب إلى طلوع الشمس عند السيد الخوئي و إلى طلوع الفجر عند السيد السستاني نعم سيدنا سيدنا جليل من الأسئلة التي وردت في حال أنه ترك المبيت في منا الحاج ترك المبيت في منا ماذا عليه؟ إذا ترك المبيت في منا فيجب عليه أن يكفر يجب و جبت عليه الكفارة و عندنا ثلاث ليالي الليلة الليلة الدعش و ليلتين عفوا عندنا ليلة المبيت في منا شنو؟ نعم ليلتان ليلة الحادي عشر نعم و ليلة الثاني عشر فإذا ترك المبيت في منا ليلة الحادي عشر و جب عليه شنو؟ نعم التكفير بشات و إذا ترك المبيت في ليلة الثاني عشر نعم و جب عليه شنو؟ شات أخرى هذا سواء كان عمدا أو جهلا أو نسيانا فعليه شات عن كل ليلة نعم أحسنتم سيدنا سيدنا الجليل من الأشياء التي يقع فيها الحاج و كثيرا هو الاشتباه في العلامات و خروجه من منا و لكنه استيقا و رجع إلى منا فماذا عليه أن يأتي بماذا؟ نعم أحسنتم أخونا الفاضل أشرتم إلى نقطة جوهرية و هي دائما نركز عليها بالنسبة للحجاج الكرام أن لا يرافقوا الصحبة و أن لا يفارقوا النقطة الأساسية اللي نشير إليها يلتزم بالمجموعة أن لا يفترقوا عن الصحبة البعض يصير بناء أن يروح فلان مكان يقعد فلان مكان يقعد فدمر رشاف نفسه هو خارج شنو؟ نعم خارج شنو؟ خارج منا نعم و التفت بأنه خرج عن منا فرأسا تدارك و ورجع فلا ضير عليه لا ضير عليه نعم سيدنا الجليل هل توجد طوائف تستثنى من المبيت في منا نعم ذكر الفقهاء ثلاث طوائف تستثنى من وجوب المبيت في منا الطائفة الأولى نعم من يشق عليه المبيت بمنا أو يخاف على نفسه أو على عرضه أو على ماله هذا مستثنى نعم الطائفة الأولى نعم طائفة الأولى طائفة الثانية من خرج من منا أول الليل أو قبل أول الليل وشغله عن العودة إلى منا قبل انتصاف الليل إلى طلوع الفجر الاشتغال بالعبادة في مكة في كل مكة نعم في كل مكة في تمام هذه الفترة إلا فيما يستغرقه الإتيان بحوائجه الضرورية كالأكل والشرب ونحوها نعم إذن الطائفة الثانية اللي يشتغل بالعبادة وين في مكة في مكة نعم يبقى متعبد يبقى يصلي يقرأ القرآن يسبح يستغفر نعم وين في مكة في مكة نعم مو إلا في شنو مين مو إلا في مسجد الحرام نعم لا قلنا هذا يستثنى من الذهاب إلى منا نعم نعم طيب طبعا هنا السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه يشترط من أول الليل إلى طلوع الفجر السيد السستاني حفظه الله يقول له حتى لو من يدخل شيء جزء جزء من قبل منتصف الليل يكفي إلى طلوع الفجر نعم فإذا بعض الفقهاء قالوا لابد أن يستوعب التعبّد شنو نعم تمام الليل وبعض الفقهاء قالوا لا يكفي أن يتعبّد شنو نصف الليل بإدخال جزء من النصف الأول نعم تردت شلوها نعم فإذا عدنا رأيين السيد السستاني يرتقي الرأي ليقول أنه يكتفي بنصف بالجزء الثاني مع إدخال شنو نعم جزء من النصف الأول نعم يعني لو افترضنا أنه النصف الليل يبدأ من الساعة بـ 12 نعم فإنت علام رأي سيد السستاني تقدر تتعبّد في مكة ها 12 إلا ربع تتعبّد تنشغل بالتعبّد تأخذ جزء من نصف الليل جزء من نصف الليل مع شنو نصف الثاني نعم مع النصف الثاني نعم هذا يجزئك عن المبيت وين في ميناء في ميناء إذن هذا واضح طائفتان أصبح طائفتان لكن هذا اللي يشتغل بالعبادة دير بالها مو إذا تأخذه غفوة يجب عليه أن يذبح شات ما لازم يغفو نعم وما لازم يشتغل بشنو بالحديث حديث نعم الحديث اللي غير عبادي نعم نعم يشتغل بالعبادة يقرأ يصلي يقرأ القرآن يقرأ الأدعية الطائفة الثالثة من خرج من مكة للعودة إلى ميناء فجاوز عقبة المدنيين فيجوز له أن ينام في الطريق قبل أن يصل إلى ميناء هذا رايح إلى ميناء نعم الطائفة الرابعة هي أهل سقاية الحاج بمكة ذول اللي يردون يجيبون شنو ما يودون ما ذول يجوز لهم إذن هذه الطوائف الأربعة نعم التي شنو يجوز لها أن لا تبيت في ميناء لكن أهم هذه الطوائف اللي هي مورد الإبتلا الطائفة الثانية وهم الذين يتعبدون في مكة في مكة إذن إذن لاحظوا إخواني أخواتي المشاهدين الأكارم المبيت في ميناء إذن شوفوا صار عندنا ثلاثة أمور واجبة مخيرة في المبيت في ميناء نعم إما تباتي النصف الأول من الليل نعم وإما تبات شنو النصف الثاني من الليل نعم وإما تبات طول الليل في مكة متعبدا نعم أو النصف الثاني مع إدخال شنو جزء من النصف الأول نعم إذن ليلة دعش أو ليلة اثنعش مخير الحاج في مسألة المبيت في ميناء ثلاث أمور إما يبيت النصف الأول في ميناء وإما يبيت النصف الثاني في ميناء وإما يتعبت تمام الوقت أو النصف الثاني بإدخال جزء من الأول في ماذا في مكة في مكة المكرمة نعم أحسنتم سيدنا سيدنا من الأسئلة التي وردت هل يعتبر صفح الجبل هو من ميناء أحسنتم كلا لا يعتبر صفح الجبل يعني ميجوز لا يصعد على الجبل نعم لازم يبقى وين نعم على الأرض على الوادي نعم ميجوز لا بل أحسنتم نعم بل كذلك أنه بعض الأحيان سيدنا يصبح نحت أو قطع جزء من الجبل هل هذا يجوز أن يكون أحسنتم نعم إذا حفرت الجبال نعم أو نحتت نعم أحيان أمتار خمس أمتار عشرة نعم إذا صدق عليه عرفا هذا من الشنو من 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 الوادي جاز لا بأس به لا بأس به نعم نعم سيدنا جليل في حال أنه شك أنه المكان الذي مشى عليه هو ليس من منا ماذا عليه أن يعمل لا يجوز عدم جواز المبيت المبيت لأن منا مبيت يعني يبقى نعم عدم جواز المبيت في مكان يشك في كونه من منا نعم يتيقن من أنه شنو من منا نعم شوفوا منا خلي التفت الإخوة والأخوات الأكارم منا صاير وادي نعم وسبحان الله هذا وادي منا وادي مستطيل نعم من هالجهة وادي محسر من هالجهة العزيزية نعم إذا في الواقع إذا صار البناء يبقى فيه وادي محسر السيد السستاني حفظه الله يقول يجوز له أن يبات وين في وادي محسر نعم إذا ضاقت منها بالناس إذا ضاقت شنو منها بالناس أحسنتم سيدنا أحسنتم كثيرا وطيب الله أنفاسكم العطرة حقيقة أخذتمونا في جولة رائعة في رحاب بيت الله الحرام أحسنتم كثيرا وشكرا لكم لقدومكم وكذلك الشكر كل الشكر موصول إلى مشاهدين الأكار لحسن المتابع والاستماع وإلى حلقة جديدة ولقاء جديد مع سماحة السيد قاسم الجلالي نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة